حدثنا عفان حدثنا أبو خلف موسى بن خلف كان يعد في البودلاء حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيدي بن صلى مين عن جده ممتور عن الحارف الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعمل بهن وكذا أن يبطئ فقال له عيسى إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعمل بهن فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن فقال يا أخي أني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسى فبي قال فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرفي فحمد الله وأثنى عليه عليه ثم قال إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن أولهن أن تعبدوا ألا تشركوا به شيئا فإن مثل ذلك مثل رجل اشتر عبدا من خالص ماله بوارق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فأيكم سره أن يكون عبده كذلك وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا وآمركم بالصلاة فإن لها عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يتفيد فإذا صليتم فلا تلتفتوا وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجدوا ريح المسك وإن خلوف فمصائمي عند الله أطيبوا أطيبوا من ريح المسك وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال هلاكم أن أفتدي نفسي منكم فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فكى نفسه وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أثره فأتحصنا حصينا فتحصن فيه وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة الجهادي في سبيل الله فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ومن دعا بدعوى الجهيلية فهو من جثاء جهنم قالوا قالوا يا رسول الله وإن صام وإن صلى قال وإن صام وإن صلى وزعما أنه مسلم فادعو المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل حثنا عفان حدثنا أبو خلف موسى بن خلف كان يعد من البودلاء قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيدي بن صلى مين عن جده ممتور عن الحارف الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فكذا أن يبطئ فقال له عيسى إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن وإما أبلغهن فقال له يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسى فبي قال فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلاء المسجد وقعد على الشرفي فحمد الله وأثنى عليه عليه ثم قال إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن أولهن أن تعبدوا ألها ولا تشركوا به شيئا فإن مثل ذلك مثل رجل اشتر عبدا من خالص ماله بواريق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي عمله إلى غير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأمركم بالصلاة فإن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يتفيت فإذا صليتم فلا تلتفتوا وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل إن معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك وإن خلوف فمصائم أطيب وعند الله الله من ريح المسك وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه فقال هلاكم أن أفتدي نفسي منكم فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فكى نفسه وأمركم بذكر الله كثيرا وإن مثل ذلك كمثل رجل إن طلبه العدو صراعا في أثره فأتحصنا حصينا فتحصن فيه وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أمركم بخمس الله أمرني بهن الجماعة وبالسمع والطاعة والهجرة الجهاد في سبيل الله فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى إلى أن يرجع ومن دعا بدعوى الجهيلية فهو من جثاجهنما قالوا يا رسول الله وإن صام وصل قال وإن صام وصل وزعم أنه مسلم فادعو المسلمين بما سماهم المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل شكرا